زي ما حاجة ذكرت وشبهت التشبيهات الدقيقة التاريخ بذكرنا بأحفاد الموجودين الطرفين إيران وإسرائيل حنعود قليلا إلى بني إسرائيل وفارس والملك قرش ملك ملك الفرس حاجة عارف أن البابليين غازوا هذا المكان قبل الميلاد طبعا وشردوا وسبهوا وخلال مرتين خلال عشر سنوات وشردوا شر مشرد يعني إلى أن أتى ملك الفرس قرش وانتصر على البابليين وأعاد البني إسرائيل حقوق يمكن ما كانتش من حقوقهم لكن أعاد لهم كيان وبما فيهم قدس الأقداس اللي كان أخذ منهم وأعاد لهم برستيج وحقوق كثيرة جدا ثم ترك لهم حرية اللي يوده أن يعود إلى بيت المقدس القديم يعود واللي يوده أن يظل في فارس يظل وظل الكثيرون في فارس السؤال يعني الافتراضي هل هذه وطبعا قرش كان وما زال يحمل في التاريخ بني إسرائيل معزة خاصة كبيرة جدا نفهم لا فهل هذا التاريخ ترك آثار حتى الآن بعلاقة خاصة مستترة بين فارس وبني إسرائيل أو بين إيران حاليا وبين إسرائيل وأن ما يدور هو شبه الحقيقة ولكنه ليس الحقيقة بالضبط هذا سؤال مفتوح ما بنجاوبش عليه لكن بنطرحه أن هناك التاريخ ساعات ربما يحمل التاريخ إجابات وتفسيرات لما يدور الآن يعني عاوز أقول لعضرتك كده لأن اللي بيتم النهاردة برضو بيديني علامات استغرب يعني فيها إحنا مستغربين مبادئ الحرب بتقول عشان نكسب حرب لازم حقق مبادئة زي حرب 73 المفاجأة والمبادئة ونظرية الأمن الإسرائيلي مبنية على كده لما بنجي نبص للكلام ده ونبص الإيران لأنها بتعمل شيء آخر لا مفاجأة ولا مبادئة أنا بقول للخصم قبلها ب 72 ساعة أنا هعمل كذا وفي الحتة الفلانية وبالشكل الفلاني قد نتفهم أن لو لو في تنسيق أمريكي إيراني قد أقول كأمريكا هناك قيود على الإمكانيات النووية لدى الطرفين سواء كان سلاح نووي عند إسرائيل أو بنية تحتية نووية عند إيران صحيح ممكن أقول كده ممكن أقول حتى لو حصل صدام لازم يكون الطرفين بعيدة عن كده حتى هذا الكلام يعني إذا كان ده هو يعني المحظور الوحيد فالباقي المفروض أنه متاح لكن اتضح أنه كل شيء كان متاح لإسرائيل حتى بالضربة بمسيارة واحدة حكما تفضلت وبأكتر من ربعمائة قطعة سلاح بين مسيارة وكروز ولم يكن هناك نتيجة تذكر أو تمسك باليد أو يقاسع به يعني أنا بقولي الكلام لحكي في المدخل صحيح لأن إحنا كلنا برضو في التحليل مستغربين يعني مستغربين المداخل والسيناريو والنتائج صحيح يعني المداخل التاريخية كلمنا مع حضرتك فيها في ملمح يعني لكن المداخل العسكرية برضو يعني إحنا لما نقول أن إيران أول مرة هتعتمد على نفسها بدون وكلاء هتقاتل بالأصال عن نفسها مش بالوكلاء دي تبدو أنها نقطة قوة أنها تستطيع أن تلقن إسرائيل درسي قاسك أكثر مما أن تستطيعوا الحسيين أو غيرهم صحيح ولكن نجد أن في النهاية زي حكي متفضلت بالأمثلة الموضوع مش كده الموضوع مش كده النتائج مش كده حتى لو فيه أهداف خاصة زي الإمكانات النووية أن تبقى بعيداً للأطرافين حتى العمل التقليدي بالصواريخ التقليدية بالنتائج التقليدية ما إحنا شايفين نتيجة ملموسة نقدر نمسكها في إدنى حقاك تهيره يعني بس حبيته العقدة فيما تخلنا مع بعض الموضوعين طيب يعني أعتقد أنه فكرة أنه أوروبو ميت ولا تلتمية وخمسين طائرة مسائرة وصوريخ أرض وصوريخ باليستية وغيره ولا تؤدي كل هذه الضربات إلى إصابة واحدة أو تؤدي إلى تدمير في مكان ما هذا ليس فاشلاً إيرانياً عسكرياً وإنما هو هدف هو لا يريد أن يحدث ضحايا ولا يريد أن يخلف ضحايا يعني ربما كان هدفاً إيرانياً يعني لا أريد أن أقول بأن إيران فاشلت لكن إيران تستهدف تحقيق ما جرى هو بالضبط زي ما يكون يعني كما لو كنت أمثل حرب وهي مش حرب حتى محكاة محكاة بالضبط كده حاجة زي متفضلت كده دي محكاة الحرب لأن أنا لما يكون عندي هذا الكم من الصواريخ والمسيرات وكده هو يعني الأول نقول أن إيران عندها ثلاث أنواع رئيسية من الأسلحة صواريخ بلستية أصلها سوفيتي وروسي ومطورة من عندها متدرجة من أسلحة بدائية نصف متطورة متطورة ثم عندها نوع آخر الأسلحة الزكية صواريخ الزكية أنواع الكروز النوع الأولاني مداياته بعيدة ودقته قليلة النوع الثاني العكس ثم عندنا بقى المسيرات الدرون والدرونزة حتى التطور الكبير اللي حصل فيها منبعه إيراني من الولايات المتحدة الولايات المتحدة في الثمانينيات أخطأت في توجيه مسيارة رئيسية من أفغانستان إلى شرق إيران إيران نجحت إنها تقبض عليها إلكترونيا وتنزلها وتقرأها وتذاكرها وتذاكر حد سوفيت معاها وكوريا الشمالية معاها لكن النتائج دي ما تبنهش عليها اللي عمل الطفرة اللي كنا متوقعين فهو عنده درون عنده بلستي بلستي صواريخ زكية مسيارات المفروض المسلس ده بهذا الحشد ضد هذه المساحة المحدودة من إسرائيل والعمق الاستراتيجي المحدود والكسافة السكانية اللي موجودة وخاصة في النص الشمالي من إسرائيل تبقى النتائج غير كده خالص لكن زي ما حكما تفضلت وإحنا اتفقنا كما لو كنت أنا أحاكي الحرب وليس في الحرب الفعلية أنا عاوز أعمل عمل يحفظ لي ماء الوجه إن أنا كإن بحارب بعد العمل في الدرون ستي اللي هو أعتقد يعني أحدك يعني شفت مناورات حية عديدة وفيها إصابات أكتر من هذه الحرب أكيد 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 يعني لو حاجة لو جبنا أي طرفين حتى لو منهم طرف مبتدئ وعنده هذا الكم والمسافة الصغيرة والعادو محشور في مكان صغير إسرائيل دولة صغيرة وبيرمي أسلحة بودائية هيعمل نتيجة هيعمل نتيجة لكن لما نقول النتائج تم صد 99% من الهجمات الإيرانية إبعلمت تفهم دي كبيرة جدا يعني علمت تفهم دي كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر